ترجمة نانسي قنقر والذي يصارف الخامسة من اكتوبر تحت شعار المعلم والطالب يداً بيد وفي بداية الحفل افتتح الوزير معرضاً فنياً للمشغولات اليدوية الطلابية التي عبر من خلالها الطلبة من أربعين مدرسة حكومية وخاصة عن مشاعر حبهم وتقديرهم لمعلميهم ومعلماتهم ثم قام الوزير بتكريم المدارس الفائزة والمتميزة بأفضل المشاركات في المعرض إضافة إلى تكريم الهيئات الإدارية والتعليمية في المدارس الحكومية الحاصلة على تقدير ممتاز في الدورة الثالثة من مراجعات هيئة جودة التعليم والتدريب والمعلمين المتميزين في تطبيق الاختبارات الدولية للرياضيات والعلوم تيمز ومعلمي ذوي الاحتياجات الخاصة الذين أظهروا تميزاً في مجال عملهم تحية إجلال وتقدير وشكر وثناء عظيم نقدمها لجميع المعلمين والمعلمات وجميع العاملين في الهيئات الإدارية والتعليمية بمدارس البحرين التي ما فتئت تقدم الغالي والنفيس لخدمة هذا الوطن الغالي منذ بدء التعليم النظامي في البحرين ونحن على مشارف المئة عام نقدم الشكر لجميع العاملين وجميع المعلمين وعلى رأسهم سعادة الدكتور ماجد بالعلم النعيمي على هذه الجهود الكبيرة التي يقدمها في خدمة العلم والمعرفة أود أشكر كل المدرسين خصوصاً اللي علموني من صغري هاي أول ناس ساهلون أن أشكرهم وأكيد أشكر المدرسين والمعلمات اللي ما قصروا يا عيالي وعيالي الديرة كامل ما رح أقدر وفي حق المعلم في يوم واحد يوم المعلم هو يوم نحتفل فيه للمعلمين بجهودهم المذولة اللي قاموها لنا لا يمكن الوفاء للمعلم بالكلمات ولا يمكن للحروف ولا للأحبار أن تفيه حقه مهما تعددت ومهما قمنا بأعمال لكي نوفي حق هذا الإنسان الذي يعمل بجهد ليصنع أجيالاً تخدم الوطن والأمة مهما تقدمنا في العمر ومهما تقدم الزمان لا يمكن الاستغناء عن المعلم بأي شكل من الأشكال ثم ألقى الوزير كلمة أكد فيها أن الوزارة قد دأبت على النهوض بمهنة التعليم وإتاحة الفرص المواتية للمعلمين لتحقيق النمو الذاتي وبناء الشخصية التربوية عبر التدريب والتمهين وتوفير أفضل الظروف المواتية للإبداع والعطاء لقد سعت وزارة التربية والتعليم للاحتفال بهذه المناسبة الكريمة والعزيزة يوم المعلم وذلك تقديراً للجهود الكبيرة التي يبذلها الأخوة في الميدان هذه الجهود التي نحرص على تقديرها وأيضاً تسخير كافة الإمكانيات للأخوة المعلمين حتى يستطيعوا أن يقدموا أفضل الإمكانيات والخدمات لأبناءنا الطلبة في كافة المدارس الوزارة تعد برنامج تدريبي مستمر في كل عام للارتقاء بالأخوة في الميدان وكذلك أيضاً لإطلاعهم على أحدث المستجدات لأن دور المعلم دور أساسي في تطوير العملية التعليمية فلهم كل الشكر والتقدير باقة ورد تحمل كل معاني الشكر والتقدير والإحترام من الجميع ونقول لكل معلم شكراً شكراً على جهودك المثمرة يذكروا أن منظمة اليونسكو قد اعتمدت في عام 1994 يوم الخامس من أكتوبر من كل عام يوماً عالمياً للمعلمين وذلك احتفالاً بالخطوة الكبيرة التي اتخذت لصالح المعلمين